الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا في الثانية من ظهر الاثنين المقبل لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ارتفاع عدد شهداء غزة إلى نحو 19 ألفا والرئيس الفلسطيني يؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي يوافق على فرض الحزمة الثانية عشرة من العقوبات لدى روسيا وموسكو تصف السياسات الأوروبية تجاه أوكرانيا بالعقيمة سادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الجنة نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بالقوم حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة الثانية من ظهر الاثنين المقبل موعداً لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصرة وذكرت الهيئة في بيان لها أنها لم تتلقى أي تعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من الليجان العامة بشأن عملية الاقتراع وذلك خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية وللمزيد من المتابعين نضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أستاذ جميل بعد التحية يعني الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت إشادات من منظمات إقليمية ودولية بنزاهة سير العملية الانتخابية كيف تبعت ذلك؟ هو في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى سيد المشاهدين نحن شايفين الانتخابات الرئاسية ده كان عرس انتخابي عرس للديمقراطية عرس للوعي الفطري لدى الشعب المصري الشعب المصري أغلب المواطنين المسجلين في قوام الانتخابات كانوا متواجدين وأدلوا بأصواتهم وده من خلال وعي المواطنين طبعا كان فيه تسهيلات كبيرة جدا من الهية الوطنية للانتخابات تسهيلات اللي تم تقدمها وتم العمل عليها بالعكس كل ما كان فيه ملاحظة أو شيء كان بيتم تلافي أي أخطاء والعمل على تسهيلها طورا والعمل على التسهيل للمواطنين من خلال طبعا كبار السلم من خلال تسهيلات داخل اللجان وخارج اللجان أيضا بالنسبة للتنظيم اللي كانت بتشرف عليه طبعا والتأمين لوزارة الداخلية المصرية العمل كان باستمرار وزي ما بقول البطل بتاع هذا العرس هو المواطن المصري اللي قدر أنه يشارك كان عنده الوعي الفطري بيحافظ على دولته بيحافظ على الأمن القومي للدولة كل ما يكون فيه أزمة أو المواطن المصري بساشعر بالأزمة بيقف بجانب دولته بشكل كبير جدا وده على تاريخ المواطنين المصريين والشعب المصري وليس وليد للحظة كل ما يكون فيه أزمة احنا معروف في الوقت الحالي طبعا الحدود المصرية كلها ملتهبة شوفنا أيضا أزمة في قطاع غزة محاولات التهجير القصري نسمع عن محاولات تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء وطبعا ده كان خط أحمر وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي نزول المواطنين ده تأييد وتفويض للرئيس القادم على اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل ولحماية الحدود المصرية والمصالح المصرية في كافة الاتجاهات الاستراتيجية ده نتج عنه طبعا الإشادة الدولية بالانتخابات الراسية الإشادة الدولية بالتنظيم اللي كان حاصل في كل محافظات الجمهورية إشادات طبعا من المرشحين نفسهم الأربعة لم كانش فيه تقوم على الانتخابات أو إجراء الانتخابات أو فيه شكوى قدمت للهية الوطنية للانتخابات المرشحين الأربعة ده دليل على الشفافية دليل على النزاهة دليل على الديمقراطية والعرس الديمقراطي الانتخابي الذي تم في مصر ده طبعا نتاج كل ده نتاج الحوار الوطني وما حدث في الحوار الوطني وحالة الزخم السياسي اللي كانت موجودة في الحوار الوطني نتاج عنه أن يبقى فيه تلاتة مرشحين من الأحزاب المعارضة الدولة المصرية أنه يبقى هدفهم أنهم يصلوا إلى رئاسة الجمهورية أو أن يكون ديهم دور في العمل السياسي سبب الفترة الحالية مسألة الوعي التي أشرت إليها أستاذ جميل ربما ترجمت لي نسبة إقبال غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية وكل استحقاقات الدستورية السابقة منذ نشأة أو تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا مشاركة واسعة من قبل جميع الفئات المصرية وسط إشراف قضائي كامل إلى أي مدى يعكس ذلك ثقة الشارع والناخب المصري بأهمية تلك الانتخابات وأهمية دور الهيئة الوطنية للانتخابات هو طبعا ثقة الشارع والمواطن المصري في الهيئة الوطنية للانتخابات وفي الإجراءات التي تم الإعلان عنها بداية من تشكيل الهيئة الوطنية والإجراءات التي تمت بناء على زي ما قلت لحضرتك الوعي الفطري لدى المواطن المصري في وقت الأزمات والوعي بما يحدث حول الدورة المصرية المواطن المصري لديها شعور داخلي بالأمن القوم المصري والحفاظ على الأمن القوم المصري تاريخ يشهد بذلك يؤكد من حرب 67 لما التفت الشعب كله خلف القوات المسلحة ثم بعد ذلك في حرب أكتوبر 73 الشعب خرج بأكمله يوم 30 يونيو 2013 لإزاحة أكبر تنظيم إرهابي على مستوى العالم من حكم مصر الشعب قدر أنه هو أيضا بوعيه وبإدراك أنه هو يوقف مع قوات المسلحة ومع الدولة المصرية والشرطة لمحاربة ومكافحة التنظيمات وجماعات الإرهابية قدر المواطن المصري والشعب أنه هو يوقف مع التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية خلال فترة الماضية ويتحمل بشكل كبير للأعباء الإصلاح الاقتصادي وده اللي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قال أن نجاح الإصلاح الاقتصادي باكل الدولة المصرية تحمله الشعب المصري ولم يكن ينجح إلا بتحمل الشعب المصري لهذه الإجراءات شفنا أيضا في وقت الأزمة في الوقت الحالي وما حدث من الحرب في قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر حتى وقتنا هذا الترف الشعب المصري حول القيادة السياسية والدولة المصرية للحفاظ على أنها قومي للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الشعب المصري الشعب إبري ما هو يحقق خلال العشر سنوات الماضية العديد من المكاسب في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال أيضا تنمية الشاملة قضاء العشوائيات كل ده كانت مكتسبات للشعب المصري ومكتسبات للمواطن المصري خلق فرص عمل جديدة للشباب كل ده خلق المواطن المصري بكل فئات والشباب والرجال والنساء وزاو الهمم أن يكون لهم دور في هذه المصرية تريص على المشاركة في الانتخابات واستغلال حقه الدستورية الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام شكرا جزيلا لك عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوابد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمي لدولة إيطاليا والتي استمرت لعدة أيام وخلال الزيارة التقى الفريق أسامة عسكر بالفريق أول بحري جوسيبي كافو دراجوانا رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية وكذا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العاملية المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية كما قام بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة هذا وتضمنت الزيارة لقاء عدد من مسؤولية الشركات الإيطالية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع اشتركوا في القناة وإلى الشأن الفلسطيني حيث ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وثمانين شهيدا وأكثر من خمسة وخمسين ألف جريح وذلك منذ بدء عدوان الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأغلبية العظمى من الشهداء من النساء والأطفال فيما لا يزال الألاف في عدد المفقودين وأشرت السلطات الصحية بقطاع غزة لاستشهاد نحو ثلاثمائة من العاملين في القطاع الصحية إضافة إلى اثنين وثلاثين من تواقم الدفاع المدني وستة وثمانين صحفيا ومائة وخمسة وثلاثين من تواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن النظام الصحي في قطاع غزة صعب للغاية وأن جهاز الإسعاف شبه منهار حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو مائة وثماني مركبات إسعاف وخلال اجتماعها مع مديرة الصليب الأحمر الدولي مريانا إيجر في رامالة طلبت وزيرة الصحة الفلسطينية الصليب الأحمر بالضرورة الضغط على الاحتلال لتوفير ممر آمن لإدخال الأطباء وإخراج الجرحة والمرضى من قطاع غزة يتواصل لليوم الثاني على توالي الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة وعلى أجزاء من مدينة غزة بسبب العدوان الإسرائيلي وأعلنت جماعيات الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي مقتضب أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وبتواقمها العاملة هناك كفة في ظل قطع الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الخامسة منذ بداية العدوان قالت المتحدثة باسم وكلة الأونر واجل التومة أن قطاع غزة أصبح مكانا غير مؤهل للعيش به وأضافت تومة أن سؤال أحوال الجوية يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأ إضافيا إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد لأن الملاجئ مكتظة ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص وأشارت المتحدثة باسم وكالة الأونروا إلى أن الأشخاص يلقون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم موضحة أن أونروا تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بسبب القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي من قبل الاحتلال الإسرائيلي شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخاططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه مؤكدا رفضه التهجير القصرية لأبناء الشعب الفلسطينية جاء ذلك خلال استقباله بمقار الرئاسة بمدينة رامالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية كذلك لإلزام الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بدوره أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أنه يجب أن تنتقل السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني وخلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لإسرائيل أوضح سوليفان أن واشنطن ملتزمة بجهود تحقيق الأمن والسلام في المنطقة لفتا إلى أن بلاده تعمل مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة نحن أيضا نستمر في الدعم مع مصر ومع الأمم المتحدة في إيجاد السبل لإدخال المساعدات وأيضا التأكد من عدم توسع وقت الصراع في المنطقة وأيضا نحن نؤكد التزام الرئيس بايدن للعمل على الجهود الدبلوماسية حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن في تمرين مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والاكتفاء بصيغين ومواقف سياسية لا تجد أذانا صاغية من الحكومة الإسرائيلية وطلبت الخارجات الفلسطينية بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة التي تحذل من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتطالب بوقف العدوان وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة شريكة من بينها أستراليا وكندا وفرنسا دعوا جميعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لتصدي العنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وقالت الدول في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية إن ازديادة وطيرة تأعون في المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول مؤكدين أنه يجب اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران أن بلاده تواصل العمل بلا هوادة من أجل إطلاق صراح جميع المحتجزين في غزة يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثة الإسرائيلي الفرنسي الذي تم احتجازه خلال هجمات السابع من أكتوبر الماضي نظمت جماعة يهودية احتجاجات في ثمان مدن أمريكية وعطلت حركة المرور في ساعة الظروة في شوارع وجسور مزدحمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة أكدت صحيفة بلوتيكو جمع واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بما يؤكد حدوث انتهاكات لقوانين الحرب مظاهرات لا تنتهي ومطالب بوقف إطلاق النار لا تتوقف ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتعالى الأصوات المطالبة بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون وفي أحدث التطورات نظمت جماعة يهودية احتجاجات في ثمان مدن أمريكية وعطلت حركة المرور في ساعة الظروة في شوارع وجسور المزدحمة في واشنطن وفلاديلفيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وفي واشنطن قالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام إن حوالي تسعين متظاهراً أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية كما خرجت مظاهرات في بوستون وأطلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبرتلاند بولاية أوريجين وعلى الجانب الآخر أكدت صحيفة بوليتيكو جمع واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات قوانين الحرب التي دعت لوقفها مراراً وتكراراً وبحسب الصحيفة قامت المخابرات الأمريكية بجمع معلومات مفصلة حول تصرفات إسرائيل منذ بداية التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي وأشارت إلى أن تلك المعلومات تشمل من بين أمور أخرى الأهداف التي تم ضربها والأسلحة المستخدمة والعدد المحتمل للأشخاص الذين قتلوا نتيجة للهجمات وبالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية نفسها أضافت الصحيفة أن أعضاء الكونجرس الأمريكي لديهم أيضاً معلومات ذات صلة حذرت صحيفة هائل الإسرائيلية في مقال لها من أن تجد إسرائيل نفسها غارقة في حرب استنزاف في ظل غياب لأي أفق أو خطط لإنهاء الهجوم البري على غزة وتحدث المقال عن زيادة المخاوف بين الإسرائيليين وحتى داخل جيش الاحتلال خصوصاً بين جنود الاحتياط من أن يطول التصعيد في شكله الحالي الذي لا يملك جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرة كبيرة في إداراته أهلاً بكم من جديد ونشرة السادسة مساء وننتقل الآن إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وافق الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا على أن تدخل حيزة تنفيذ في مطلع شهر يناير المقبل وذكر المجلس الأوروبي أن من بين الإجراءات المتخذة ضد موسكو فرض حاضر تدريجي على وردات الألماس الروسية كما ستتضمن العقوبات إجراءات أخرى منها التجديد على الأدلة المطلوبة من الشركات التي تزعم أنها ملتزمة بسقف الأسعار المفروض على النفط الروسية أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتن أن روسيا تمضي قدماً في العاملات العسكرية في أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي يعقده سنوياً أشار بوتن إلى الصعوبات التي تواجهها كييف مؤخراً في أرض المعركة وشدد بوتن على ثقته مجدداً بالتصاري روسيا على أوكرانيا وأن الوقت سيكون لصالحه في العام 2024 وكداً أن الامتكاسات التي لحقت بجيشه في 2022 أصبحت من الماضي وكشف الرئيس الروسي للمرة الأولى عن عدد الجنود الروسي المنتشرين في أوكرانيا متحدثاً عن وجود 617 ألفاً في منطقة النزاع من بينهم 244 ألفاً تم استدعاؤهم للقتال إلى جانب الجيش صرح وزير الخارجية الروسي سيرجيلافروف أنه حان الوقت لكي تدرك الدول الغربية أن سياستها بشأن أوكرانيا عقيمة وشدد لاروفا في تصريح صحفي على ضرورة خفض حلف شمال الأطلنطية ودول الاتحاد الأوروبي المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا اعتبر الكريملين انضمام أوكرانيا ومولدوفا قد يزعزه لاتحاد الأوروبي يأتي ذلك غدا تبدء مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وراء المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف أن الضوء الأخضر المعطى لأوكرانيا ومولدوفا من جانب الاتحاد الأوروبي الذي منح جورجيا أيضا وضع المرشح يهدف إلى إلحاق الأذى بروسيا بعد قرابة العامين اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل وهو الطلب الذي قدمته كييف بعد وقت قصير من بدء العملية الروسية العسكرية في شهر فبراير من عام 2022 خطوة أعلنها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على خامش اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل السبع والعشرين مؤكدا أنه بمثابة إشارة أمل قوية لمواطن أوكرانيا وكذلك مولدوفا التي نالت من الاتفاق جانبا أيضا ورغم التفاول الأوكراني الأوروبي امتنع رئيس الوزراء المجري فوكتر أوربان عن التصويت بل وأكد أنه لا يريد المشاركة في مواصفه بالقرار السيء وبموجب معاهدة الإشبهنة يمكن لأي دولة أوروبية أن تتقدم بطلب العضوية بشرط استفاء معايير كوبنهاجن والتي تشمل الديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واقتصاد السوق فضلا عن قبول قوانين الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار منحت أوكرانيا وضع المرشح رسميا إلى جانب جارتها مولدوفا في شهر يونيو عام ٢٠٢٨ وهي خطوة مهمة قبل البدء بالمحادثات الفعلية ولأن الطريقة ما زال طويلا أمامها كانت قد اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء منح أوكرانيا وضع المرشح مع التأكيد كذلك على الحاجة إلى تحسينات في القضاء الأوكراني الذي يعد أحد العيوب في نظرة الأوروبيين بالإضافة إلى المزيد من العمل في مكافحة الفساد كما أثار مسؤول الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن العديد من القضايا الداخلية وإلى أن يتم تفعيل الضوء الأخضر ببدء المحادثات تبقى التوقعات المطروحة خلال الفترة القادمة مفتوحة على جميع السيناريوهات ويبقى السؤال الأكبر كيف تم الاتفاق على بدء المفاوضات في شأن يستلزم الإجماع بحسب القوانين الأوروبية وخرقته المجر بموقفها دعت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى إقرار المساعدات المالية البالغة 50 مليار يورو في يناير جاءت تلك المنشدة بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتر أوربن حق النقض لمناء إقرارها أعلنت الخارجية الأوكرانية أنها تتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة في يناير القادم مما سيسمح لكيف بتلقى تمويل في أقرب وقت ممكن أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود لا توجد بينها حاملات صواريخ كاليبر وأضافت البحرية الأوكرانية أن روسيا تحتفظ أيضا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط وسفينة حربية واحدة في بحر آزوف وبحسب أوكرين فورم يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من ثلاثين سفينة عشر منها حاملات صواريخ فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بثمانين سفينة من مختلف الأنواع اشتركوا في القناة رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائد الرئيسي إلى ستة عشر بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف سعيا للحد من تضخم المتصاعد ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الانفاق الحكومي العسكري وسدعاء مئات الآلاف من الرجال للقتال يأتي رفع أسعار الفائدة سعيا لاستنزاف الطلب من خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع المستهلكين والشركات على الادخار وليس الانفاق تباطأ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا وانخفض مؤشر لمدري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بوشز جلوبل إلى 47 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 47 و 6 من 10 نقطة في نوفمبر الماضي وانكمش الاقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1 من 10 بالمئة في الربع الثالث وفق بيانات رسمية توقع البنك المركزي والألمانين كماشا طفيفا لاقتصاد البلاد هذا العام ونموا ضئيلا في العام المقبل يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو أظهرت توقعات البنكي نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في 2023 لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024 وتشير توقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني بنسبة 1 من 10% في العام الحالي وتحقيق نمو 4 من 10% في العام المقبل انكمش اقتصاد نيوزيلندا بشكل غير متوقع في ربع ثالث من العام الجاري وسط تراجع الانفاق الاستهلاكي والاستثمارات في البلاد مع ارتفاع الفوائد وأظهرت هيئة الإحصاء نيوزيلندا ينكماشا ناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 من 10% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي وانكمش الاقتصاد في الربع الثالث على أساس سنويا بنسبة 6 من 10% وهو أضعف أداء له منذ أزمة كورونا عام 2021 السادسة مستمرة وتتابعون فيها كوريا الجنوبية تعرب عن احتجاجها الشديد بسبب توصية والصينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن احتجاجها الشديد على الصين وروسيا لدخول طائرة ماء العسكرية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية في البحر الشرقي دون سابق انذار كما دعت صال بكين وموسكو إلى اتخاذ تدابير مناسبة لمن يتكرار ذلك مشيرا إلى أن مثل هذه الرحلة قد تسبب توطرات إقليمية أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن أسف بلاده لقرار فنلندا التوقيع على وثائق بشأن نشر قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها وصرح بيسكوف أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة التوتر بين فنلندا وروسيا ويعد انضمام فنلندا إلى حلف النيتو بداية لتشييد البنية التحتية العسكرية الخاصة بالحلف على أراضيها وهو ما تعتبره موسكو يشكل تهديدا لها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هجوما صاروخيا فاليستيا انطلق من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن باتجاه ممر ملاحي دولي في البحر الأحمر لن يسفر عن أضرار أو إصابات وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أنها تراقب الوضع عن كثب على الرغم أن هذا الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية من جهتها قالت قوة مكافحة القرصنة في الصومال التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية تبحر بأقصى سرعة باتجاه سفينة تجارية قد تكون مختطفة من قبل قرصنا وفي واقعة ثانية أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمري أن سفينة حاويات ترفع علم ليبريا مملوكة لشركة ألمانية تعرضت لأضرار جراء هجوم جوي على بعد خمسين ميلا بحريا شمالي ميناء المخى اليمني وأضافت أمر أن السفينة كانت تتحرك جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما أصيبت بمقذوف تسبب في نشوب حريق على سطحها وسقوط حاوية في البحر من جانبه قال مسؤول دفاع أمريكي إن مقذوفا انطلق من منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحوث في اليمن أصاب سفينة الجسر التي ترفع علم ليبريا مما تسبب في نشوب حريق دون وقوع إصابات دعا نحو 44 مليون ناخب من سكان الكونغو الديمقراطية البالغ عددهم 100 مليون نسمة إلى تصويته في العشرين من ديسمبر لانتخاب رئيس للبلاد تنافسوا 22 مرشحاً الاقتراع الرئاسي بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي المرشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في بلد تبلغ مساحته نحو مليونين وثلاثمائة ألف كيلو متر مربع ويعاني نقصاً كبيراً في البنية التحتية في تحدي حقيقي في بلد كبير مثل الكونغو الديمقراطية دعا نحو 44 مليون ناخب من سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة إلى التصويت في العشرين من ديسمبر لانتخاب رئيس للبلاد إضافة إلى النواب على المستوى الوطني والمحلي والمستشارين البلديين وقد قدم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي شعار حملته الانتخابية الوحدة والأمن والازدهار قدم نفسه للناخبين باعتباره الخيار الأقل إزعاجاً لبلد يحارب عدداً لا يحصى من الجماعات المتمردة في الشرق ويكافح الفقر المستشري ويتنافس نحو 22 مرشحاً للاقتراع الرئاسي بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي المرشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في بلد تبلغ مساحاته 2 و3 من 10 مليون كيلو متر مربع ويعاني نقصاً كبيراً في البنية التحتية وكان عدد المرشحين 26 في بداية الحملة الرسمية في التاسع عشر من نوفمبر لكن أربعة مرشحين انسحبوا لمصلحة رجل الأعمال السرية والحاكم السابق لقليم كاتنغا الغني بالمناجم مويس كاتومبي وفي العاصمة كنشاسة حيث تحمل أغلبية اللوحات الإعلانية ملصقات تظهر تشيسيكيدي بمظهر الحازم يقول بعض الناخبين إن الحملة الانتخابية هادئة جداً هذه المرة مع ظهور ثلاثة أو أربعة مرشحين رئيسيين فقط وقد شهدت الولاية الأولى للرئيس فليكس شيسيكيدي قائمة طويلة من الأزمات الاقتصادية في البلد الذي يعد أكبر مورد للكوبالت وسالس منتج للنحاس في العالم حذرت السلطات اليونانية من أنه إذا لم يتم تخفيض انبعاثات الكربون فإن اليونان معرضة لخطر التصحر بنسبة أربعين في المائة وأوضحت صحيفة كاثمريمي اليونانية أن تكلفة تغير المناخ بالنسبة لليونان تقدر بحلول نهاية القرن بنحو مليارين ومئتين مليون يورو سنويا أي حوالي واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالقيم الحالية كما أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فإن اليونان معرضة لخطر التصحر خاصة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبي بشأن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وتعزيز سلوك المؤسسي المستدام والمسؤول عبر سلاسل القيمة العالمية وذكرت المفوضية أنه سيطلب من الشركات الكبرى تحديد الأثار السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان مثل عمالة الأطفال واستغلال العمال وعلى البيئة مثل التلوث وفقدان التنوع البيولوجي ومنعها أو إنهاؤها أو تخفيفها عند الضرورة أكدت وزارة الصحة اليابانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد للأسبوع الثالث على التوالي وأضافت الصحة اليابانية أن نحو خمسة ألاف مؤسسة طبية سجلت سبعة عشر ألفا وثلاثمائة وتسع وسبعين حالة إصابة خلال سبعة أيام بزيادة قدرها ثلاثة ألاف وسبعمائة وست وتسعون عن الأسبوع السابق عليه وأضحت الوزارة أن متوسط عدد المرضى لكل مؤسسة طبية بلغ ثلاثة فاصل اثنين وخمسين في المئة على مستوى البلاد وهو ما يمثل زيادة أسبوعية بنسبة ثمانية وعشرين في المئة قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير لها أن تغير المناخ وتفاقم الصراعات المسلحة وتزايد أعباء ديون وتقلص الدعم الدولي عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في شتى أنحاء العالم خلال 2024 وفي قائمة مراقبة التوارئ لعام 2024 أشارت اللجنة إلى أن عشرين دولة معارضة لأكبر خطر لتدهر الوضع الإنساني في العام المقبل مزيد من الأزمات الإنسانية ستتفاقم في شتى أنحاء العالم خلال العام المقبل ما بين تغير للمناخ وتفاقم للصراعات المسلحة وتزايد لأعباء الديون هكذا توقعت لجنة الإنقاذ الدولية في أحدث تقرير لها وفي قائمة مراقبة التوارئ لعام 2024 أشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أن عشرين دولة معظمها في القارة الأفريقية معرضة لأكبر خطر لتدهر الوضع الإنساني خلال العام المقبل التقرير يأتي بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى ثلاثمائة مليون شخص فيما وصل عدد الذين أكبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين شخص وجاء في قائمة مراقبة التوارئ الخاصة باللجنة الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول من أفريقيا جنوب الصحراء وميانمار وأفغانستان في أسيا وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط وأوكرانيا في أوروبا بالإضافة إلى الإكوادور في أمريكا الجنوبية وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق العشرين تضم حوالي 10% من سكان العالم لكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المطقع والمخاطر المناخية مشاهدينا والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة الجولة الاقتصادية وأخبار المال والأعمال وشروق أعمال الديني شكرا لكم يوسف وفاطيمة أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة أعلن صندوق التنمية الحضرية التابعة لمجلس الوزراء عن طرح وحدات سكانية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية وتضم المحافظات القاهرة القليوبية سهاج الفيوم المينيا الشرقية كفر الشيخ والدق أهلية ومن المقرر لتسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام بنظام التشتيب الكامل مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية مهندس خالد بعد التحية بداية مجهودات كبيرة لصندوق التنمية الحضرية في ضوء توجهات رئاسية بتحسين جودة الحياة بمحافظات الجمهورية أطلعنا حول هذا الأمر والمزيد مساء الخير أولا طبعا يعني أمساء الخير من شوية أنهما في ثمان محافظات فعلا الطرح اللي احنا منزلينه لكن للأصل احنا عندنا حاليا المرحلة دي مخلصين فيها 13 محافظة وعندنا حوالي 24 مشروع اللي طرحين لهم دلوقتي 12 مشروع فقط يمكن ده ده الطرح الأول لنا في المشروعات وأعتقد يمكن الناس يعني شافت المشروعات الناس ده الحمد لله وفي ضغط جديد جدا على الحجز في المشروعات دي عن طريق النمر اللي هي الهوتلاين بتاعنا اللي هو خمستاشر ثلاثة أربعات يعني نقدر نقول الحمد لله ممكن أفضل بثمارها المبادرة مبادرة سلطة الرئيس لا تطور عواصل المحافظات في المدن الكبرى فالحمد لله احنا يعني شغالين فيها والحجز شغال ممكن أعتقد أن احنا تجاوزنا نسبة المخطط بتاعنا يعني صدوق التنمية أعلن طرح وحدات جديدة بمحافظات مختلفة مع التسهيلات بأنظمة الدفع ما هي تلك التسهيلات التي ستم توفرها للمواطنين احنا بنقول احنا المقدم بيبقى 15% لكل المشروعات والباقي على خمس سنوات يمكن السعر المطروح بيشمل القصة على خمس سنوات لكل المواطنين نعم نعم جزيلة شكرا لك المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية توصل الدولة جهودها لجزب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بتقديم تيسيرات ومحافظات كبيرة للمستثمرين وفي هذا الإطار استقبل رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة طارق جمال الدين وفدا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعددا من المستثمين الصينيين لبحث أوجه التعاون ودراسة الفرص الاستثمارية بالمدينة وفي مستهل الزيارة أجرى الوفد جولة بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة كما استكمل جولته بزيارة المنطقة السكنية بمدينة بورسعيد الجديدة ودراسة إمكانية توفير سكن للموظفين والعاملين بالمصنع المزمع إن شاءه باستثمارات صينية في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على الضفط في العام المقبل وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت إلى 76.78 دولار للبرميل بنسبة 22.100% كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكية إلى 71.81 دولار بنسبة 27.100% وارتفعت أيضا أسعار المزد عالميا بنسبة 41.100% لتصل إلى 2.59 دولار للتر كما ارتفعت أسعار الغازة الطبيعية بنسبة 22.200% لتسجل 42.400 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية توقعها لوصول الاستخدام العالمي للفحم إلى مستوى قياسي في 2023 يتي هذا بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف انتاج الطاقة الكهرومائية في الاقتصادات الناشئة والنامية على الرغم من توصل ما يقرب من 200 دولة لاتفاق رائد يهدف للانتقال بعيدا عن الوقود الحفورية في مؤتمر الأمم المتحدة السامن والعشرين للأطراف في دبي توقعت وكالة الطاقة الدولية وصول الاستخدام العالمي للفحم إلى مستوى قياسي في العام الحالي مع استمرار قوة الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية كما توقعت الوكالة أن يزيد الطلب على الفحم بنسبة 1.4% في العام الحالي ليتجاوز 8.5 مليار طن لأول مرة حيث من المتوقع نمو الاستخدام في الهند بنسبة 8% وفي الصين بنسبة 5% بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف انتاج الطاقة الكهرومائية في الوقت نفسه توقعت الوكالة العالمية انخفاض استخدام الفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 20% لكل منهما في عام 2023 الوكالة أوضحت أن استخدام الفحم الذي يتم انتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص بعسات الغازات المسببة للاحتباس الحرارية يجب أن ينخفض بشكل أسرع بكثير من أجل الوصول إلى الأهداف التي حددها اتفاق باريس تقرير الوكالة الدولية توقع أن تسجل الصين أكثر من نصف التوسع العالمي في استخدام الطاقة المتجددة على مدى السنوات السلاس المقبلة مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الفحم لديها في عام 2024 واستقراره حتى عام 2026 وسط توقعات بأن يظل الاستهلاك العالمي أعلى بكثير من ثمانية مليارات طن في العام ذاته أغلقت برصة الإمارات على ارتفاع بدعم من صعود أسعار النفط وبعدما أشار مجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع إلى أنه سيخفض على الأرجح تكليف الاقتراض العام المقبل وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة نصف بالمئة محققا ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي بقيادة مكاسب قوية لأسهم القطاع المالي كما ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 12% قال وزير الخارجية البلاروسي سيرجي ألينك إن التجارة البلاروسية الروسية يتوقع أن تكون وصلت إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري وفي اجتماع المشارك لمجموعات وزارتي خارجية بلاروسيا وروسيا في موسكو أضاف أن البلدين واصلات عزيز علاقات التحالف وشاركة الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الخارجية غير المسبوقة ما يضمن زيادة وتيرة التفاعل الثنائي ويتجلى ذلك في الاتصالات المنتظمة على أعلى المستويات والتعاون المكفى بين البرلمانات وبين القطاعات والأقاليم أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك عن حصول بلاده على دفعة قدر وخمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل الإغاثة من الأوبئة بحلول نهاية العام الجاري وعقب محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلاين قال تاسك إن الأموال التي ستحصل عليها بولندا سيتم تخصيصها لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة استادسة ومن جديد عودة إلى فاطيمة ويوسف شكرا لك شروع ماد الدين على هذه الوقفة الاقتصادية يخوض فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية في ثامنة من مساء اليوم أمام نظره اتحاد جد السعودي وذلك في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية والتي تقام في السعودية تعد هذه المواجهة هي الثانية بين الفريقين في إطار مونديال الأندية بعد المباراة الأولى في نسخة عام 2005 ويأمل الندي الأهلي في تحقيق الفوز للتأهل لملاقات فلومينيستي البرازيلي في الدور النصفي النهائي يترقب عشاق كرة القدم في مصر تجهين النادي الأهلي مشاركته في فعالية بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية والتي انطلقت بفوز اتحاد جد السعودي في مواجهته ضد أوكلاند سيتي أن يوزلندي ليصعد لملاقات المارد الأحمر بطل دور أبطال أفريقيا وتشهد مباراة الدور الثاني للبطولة مواجهة كلاسيكية مصرية سعودية على ملعب الجوهرة بين النادي الأهلي واتحاد جد السعودي في تكرار لمواجهة الفريقين بنسخة منديار الأندية لعام 2005 التي انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد ويعاول المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر المدير الفني للكتيبة الحمراء على خدمة كوكبة من أبرز اللاعبين داخل القارة السمراء ويأتي في مقدمتهم حسين الشحات والنجم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسيتاو وغيرهم من اللاعبين المحليين المتميزين ويأمل الفريق الأحمر وجماهيره التي ستحضر بكثافة لقاء اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على فريق السعودي لملاقات فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي النادي الأهلي بطل أفريقيا يتطلع إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في منديار الأندية إذ يشارك في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بعد نسخ البطولة الثلاث الماضية في كل من قطر والإمارات والمغرب على الترتيب كما يعد فريق النادي الأهلي الفريق الأكثر خوضاً للمباريات في البطولة برصيد 22 مباراة حتى النسخة الماضية في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه في النسخ الثلاث السابقة انتهى تخبرنا وهذه تذكرة بالعنون الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً صحفياً في الثانية ظهر الاثنين المقبل للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية ارتفاع عدد شهداء غزة إلى نحو 19 ألفاً والرئيس الفلسطيني يؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يواثق على فرض الحزمة الثانية عشر من العقبات ضد روسيا وموسكو تصف سياسات الأوروبية تجاه أوكرانيا بالعقيمة مشاهدين وصلنا لختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكلكم على طيب المتابعة إلى اللقاء